حفظت قواتنا المسلحة عملية تحذيرية بسيطة وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت هجومان حوثيان بطائرتين مسيرتين استهدفا ميناء الضب النفطي في مدينة المكلة بحضرموت اليوم الجمعة 21 أكتوبر حدث هجوم بواسطة طائرتين مفخختين على ميناء الضبة النفطي الضربة الأولى كانت في الساعة الثانية وخمس دقائق بين السفينة والعوامة الضربة الثانية في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تقريبا كانت أكثر قربا من السفينة تصريحات محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي تؤكد أن تعرض ميناء الضب النفطي لهذه الضربات كان قد سبقه تهديدات من قبل الميليشيا تصعيد خطير بعد قرابة أسبوعين من تهديدات الميليشيا باستهداف شركات النفط والملاحة الدولية يقول مراقبون إن هدف الضربة يأتي في سياق مطالبه بتقاسم الموارد النفطية مع الحكومة المعترف بها وردا على الهجوم تقول الحكومة الشرعية إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الكرة هنا تقف في مرمى الشرعية وحلفائها إنجاز التوصيف فيما يتساءل البعض ما إذا كانت الشرعية ستغير مسار اللعبة وتعود لخيار الحسم العسكري وتتجه لدعم معركتها أم أنها ستمضي في تقديم المزيد من التنازلات المجانية للحوثي كانت حكومة معين قد دعت قبل هذه الحادثة بأيام قليلة قواتها المسلحة لرفع الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة السعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية لكن المجلس بحسب المراقبين خرج من معادلة الحرب ضد الميليشيا بعد انتقال الصراع إلى رأس الدولة إدانات واسعة من أمريكا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية لهذه الهجمات التي ستضاعف الأزمة الاقتصادية في أرجاء اليمن كما تطالب بتمديد الهدنة غير أن الحديث عن تمديد الهدنة يبدو ترفاً سياسياً غير مجد بعد أن كشفت الميليشيا بعض أوراقها الدموية والتي تشكل تنفيذاً لتهديداتها باستهداف منشآت الطاقة إذ يبدو أن السلام ليس خياراً لدى ميليشيا الحوثي لكن هل أدرك المجتمع الدولي ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر